مر العام 2021 على تعز كغيره من الأعوام السابقة التي شهدت حوادث أمنية كبيرة كان أبرزها حادثة اغطية للقيادي في حسب الإصلاح ضياء الحق السامعي التي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر وحادثة الاعتداء على أسرة الحرق وفي تقرير صادر عن شرطة تعز تحدثت فيه عن الإنجازات التي حققتها في العام الماضي إذ يقول التقرير إن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم تجاوز ثلاثة ألاف وسبعمائة متهم من بين خمسة ألاف وسبعين متهم فيما أورد التقرير أن ما يقارب ألف متهم غير مقبوض عليهم وأكثر من ثلاثمائة حادث قيدت ضد مجهول نسبة الضبط في هذا العام تقاوز الثمانين في المئة الحمد لله رب العالمين كانت نسبة ممتازة خلاف العام الماضي نتمنى أن تكون في عام 2022 أفضل وعلى مستوى الجوانب الخدمية التي تقدمها الإدارات التابعة لشرطة تعز أوضح التقرير أن مصلحة الهجرة والجوازات كانت أكثر المكاتب التي قدمت خدمتها للمواطنين من داخل المحافظة ومحافظات أخرى تليها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الحمد لله سبحانه وتعالى في دور السلطات السير محمد العز حققنا كثير من الأعمار وإنقاذنا كثير من الخطات والبرامج التي رصدناها في العام 2021 تقدر تقول أن وصلت نسبة النقاح في تنفيذ الخطات إلى جيد جدا الحمد لله بهذا النسبة وكانت على مستوى الشارع العام في إطار حملات المستمر للضبط المخالف والحادثة المرورية وضبط الاقتلالة المرورية عوائق وتحديات كبيرة تواجه إدارة الشرطة في ضبط الأمن بالمحافظة منها انتشار السلاح وافتقار الأجهزة الأمنية للبنية التحتية التي دمرت بفعل الحرب بالإضافة إلى شح الدعم المقدم من وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية ترجمة نانسي قنقر